بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فحياكم الله عزيزي الطلب وأهلا وسهلا بكم موضوع محاضرتنا لهذا اليوم المقلوب ونبدأ بتعريفه فنقول في تعريفه لغة هو اسم مفعول من القلب وهو تحويل الشيء عن وجهه أما اصطلاحا فقال العلماء في تعريفه إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه بتقديم أو تأخير ونحوه بناء على هذا التعريف ينقسم المقلوب إلى قسمين رئيسيين هما مقلوب السند ومقلوب المتن ونبدأ بالكلام عن مقلوب السند فنقول مقلوب السند هو ما وقع الإبدال في سنده وله صورتان الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في اسم أحد الرواه واسم أبيه كحديث مروي عن كعب ابن مرة فيرويه الراوي عن مرة ابن كعب الصورة الثانية أن يبدل الراوي شخصا بآخر بقصد الإغراب كحديث مشهور عن سالم فيجعله الراوي عن نافع ممن كان يفعل ذلك من رواة الحديث أحد الرواه واسمه حماد ابن عمر النصيبي ومن الأمثلة على ذلك حديث يرويه حماد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام فهذا الحديث مقلوب قلبه حماد فجعله عن الأعمش وإنما هو معروف عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة هكذا أخرجه الإمام المسلم في صحيحه الراوي الذي يقوم بمثل هذا الفعل يطلق عليه سارق للحديث أو يسرق الحديث القسم الثاني من أقسام المقلوب وهو مقلوب المتن وهو ما وقع الإبدال في متنه وله صورتان أيضا الصورة الأولى أن يقدم الراوي ويؤخر في متن في بعض متن الحديث مثاله حديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذين يضلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فهذا مما انقلب على بعض الرواه وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه الصورة الثانية أن يجعل الراوي متن هذا الحديث على إسناد آخر ويجعل إسناده لمتن آخر وذلك بقصد الامتحان مثال هذه الصورة ما فعله أهل بغداد مع الإمام البخاري إذ قلبوا له مئة حديث وسألوه عنها امتحانا لحفظه فردها على ما كانت عليه قبل القلب ولم يخطئ في واحد منها نتحدث الآن بإذن الله تعالى عن الأسباب الحاملة على القلب تختلف الأسباب التي تحمل بعض الرواه على القلب وهذه الأسباب هي قصد الإغراب ليرغب الناس في رواية الحديث والأخذ عنه قصد الامتحان والتأكد من حفظ المحدث وتمام ضبطه والوقوع في الخطأ والغلط من غير قصد بناء على هذه الأسباب سنتكلم الآن عن حكم القلب ويختلف حكم القلب بحسب السبب الحامل عليه فإن كان بقصد الإغراب فلا شك في أنه لا يجوز لأن فيه تغييرا للحديث وهذا من عمل الوضاعين وإن كان بقصد الامتحان فهو جائز للتثبت من حفظ المحدث وأهليته وهذا بشرط أن يبين الصحيح قبل انفضاد المجلس وإن كان عن خطأ وسهو فلا شك أن فاعله معذور في خطأه لكن إذا كثر ذلك منه فإنه يخل بضبطه ويجعله ضعيفا حكم الحديث المقلوب الحديث المقلوب من أنواع الضعيف المردود وذلك لأنه مخالف لرواية الثقة أما المصنفات في الحديث المقلوب فهو كتاب رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والألقاب للخطيب البغدادي والظاهر من اسم الكتاب أنه خاص بقسم المقلوب الواقع في السند فقط هذا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وسلم